وفي التعاون الجزائرية الصينية على هامشي ترأسه لأشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني التقى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي بنظره الصيني نيهونغ اللقاء شكل سنيحة لتقييم النشاطات السابقة بين الطرفين حيث تطرق الوزيران إلى مختلف المواضيع التي تمت مناقشتها من قبل المختصين في أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الصينية واتفقت طرفان على مرافقة أهل الاختصاص من قطاع السكن الصيني للمشاريع المتفق عليها لا سيما مشروع المدينتين الجديدتين قيد الإنجاز ببوكزول والمنيعة بالإضافة إلى مرافقة الخبراء الصينيين لنظرائهم الجزائريين بهدف تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل كما قدمت لوزير السكن شروحات حول التكنولوجيات المنتهجة في بناء وتهيئة المدينة الجديدة الصينية سيون آن إضافة إلى شروحات متعلقة بطرق الحديث المستعملة في المجال الزراعي بأكاديمية الفلاحة والغابات وإمكانية تكوين إطارات جزائرية في المجال ترجمة نانسي قنقر